توصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السلع الرسمية وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 619 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من 8666 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 106 أطنان وفي مجالي حجب الأرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السلع الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط قرابة 738 طن أما في مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السلع الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 42 طن وفي مجالي قضايا المخابس تم ضبط 905 قضايا من بينها 216 قضية خبز ناقص الوذن و223 قضية خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر